وليعلم أن عامة أهل العلم يقولون بأن أفضل أعمال التطوع في ثلاثة أعمال الصلاة، العلم، الجهاد فهذه الأمور الثلاثة تدور عليها كلمات أهل العلم فيما يتعلق بأفضل الأعمال العلم، الصلاة، الجهاد إلا أنهم مختلفون في مرتبة هذا من حيث الفضل في مرتبة هذه الأعمال من حيث الفضل فمنهم من يقول العلم أفضل، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة ومنهم من يقول الجهاد أفضل، وهو مذهب الإمام أحمد في رواية وهي المذهب ومنهم من يقول الصلاة أفضل وهو مذهب الشافعي فتنوعت كلمات العلماء في ترتيب هذه الأعمال الثلاثة والأقرب والله تعالى أعلم أن العلم أفضلها إذ إن العلم أشرف المقامات وعلى المنازل به تعرف فضائل الأعمال وبه تدرك مراتب الخير وبه يوفق الإنسان للعمل فلا عمل إلا بعلم وثم في هذا كلام فيه نوع من البسط فيما يتعلق بأوجه تفضيل العلم على غيره من العمل وأوجه تفضيل الصلاة أو الجهاد لكن هذا من حيث الأصل أما من حيث الأفراد فهذا يختلف باختلاف أحوال الناس فمنهم من يكون الأفضل في حقه العلم ومنهم من يكون الأفضل في حقه الجهاد ومنهم من يكون الأفضل في حقه الصلاة وما أشبه ذلك من الأعمال وعليه يتنزل اختلاف وجواب النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن أفضل العمل